بالمقدمة حتشينا عن الأصدقاء والغرباء ماذا تغرب لك لم يسعن بعض الناس في حياتها اليوم؟ حتى أكون صادقاويات، ليس هو أبداً لأنني من البداية محدودة بعلاقاتي اجتماعية ولكن بنفس الوقت انطوائية اجتماعية على صعيد العمل لكن ليس أي شخص بالعمل سيكون صديق إلي بالحياة الاجتماعية صديقاتي الأغلب بهم هم مستمرات من أيام المدرسة لحد يومنا هذا أحتفظ بهذا الشيء وأنتقي لذلك خلينا نقول ما تغرب لأو اللي تغرب مو لأنه سيء حتى أكون صريحة وياجة لكن لأن الدنيا نحن بغربة فممكن ابتعد ممكن اتجاه لي حياة ثانية ولكن الحمد لله لحد الآن ما عندي أحد أذاني ما وقعت في فخة طيبة؟ ممكن على صعيد الحياة الشخصية نوعاً ما وقدرت أتجاوز هذا الشيء بعد ثلاث سنين ونصب حياة مختلفة تماماً ما خسرت الشيء طيبة؟ أيام من عمري لأنه دائماً أكون مصطلحة كل شيء أحب يقول لك هذا عمر مونوى فبالتالي هاي الأيام اللي راح نصرفها على شخص ما راح ترجع لنا خلص احنا ماشين بعد يقولون ماكو صداقة اكو معرفة اكو زمالة ما فلسفتش أو منظورتش لهذا الموضوع بما أن هذا محور شوي نقول الموضوع يعني أنا شوف هاي قناعة جداً خاطئة أبداً يعني حياتنا من دون أصدقاء أنا شوف هلا شيء هاي بقناعتي أنا الشخصية الأخة جميلة الأخ جميلة الأم والأب هم مكملين للحياة ولكن خللنا نقول هما رزق من رب العالمين أنتي مختارتيهم فممكن يكونون متناسبين بالشخصية إليك ولكن يعني ما يتجارون وياتي بكل شيء هما يشبهوش بالدم بالشكل ولكن هل حد قدرين تقعدين وياهم 24 ساعة مو دائماً هذا الشيء ولكن الصديق أو الصديقة اللي أنتي تختاريهم تختارين شبيهتك اللي منتقعدين تفض فضيلة اللي تتسامرين وياها تسهرين وياها ولكن بالنهاية قلت لك تختاريها تكون صح